بسم الله الرحمن الرحيم حبابي الطلاب طلاب ريب وان. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الدرس التالي لسن نمبر ثري. الحصة صليفاتي تتكلمنا عن لسن وان وليسن تو. وعرفنا 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 نتكلم نهاردة عن وقوة الجاذبية وازاي بتحصل جذب للاجسام. دي هنعرف ان شاء الله يولاد في درسنا النهاردة. نراكز مع بعض. قبل ما نبدأ بس نحاول بعد ما نخلص الدرس بتاعنا. نعمل لايك ونعمل شير للفيديو عشان يوصل الله اكبر عدد من زمائنا وتدعموا القناة آآ قناة مستر ساينس اللي انتو آآ بتتبعوها آآ النهاردة نتكلم عن ايه يا ولاد تقسيمة القوة ايه انواع القوة بصفة عامة. قولي يا مستر احنا درسنا من الحصة في لسن وان اتكلمنا عن وعرفنا وعرفنا وبعد كانت كلمنا عن يعني يعني واضح كده يا مستر ان فيه انواع من الفورس برافو عليك فيه يا ولاد. فيه انواع. اللي هم ايه? في حاجة اسمها فيلد فورس او اللي هو بيسموها باسم القوة القوة التأثير. يعني تأثير يعني القوة اللي لها مجال تأثر بيه. عشان كده سموها باسم ايه يا ولاد? سموها باسم فيلد فورسز. يعني يا مستر برضه اللي لها مجال. زي مسلا الستاتيك الكتريستي. كانت بتبع عندي تشارج والتشارج دي حواليها منطقة كده. اسمها الايه? الالكتريك فيلد. صح كده? اللي هو المجال الكهربائي. زي ما كان عندي في اللي اللي فات وكان فيه وكان فيه وكان فيه وكان فيه وكان فيه منطقة كده حوالين المجال دي. كله بنسميه باسم ايه? اللي هو المجال المغناطيسي. هي بقى قوة. لها المنظر ده او لها الموضوع ده. بيسموها باسم ايه يا ولاد? بيسموها باسم فيلد فورسز. تعالوا شوف بقى الدفينيشن بتاعها. اللي هي ايه? يعني بتأثر في الاجسام حتى لو على بعد مسافة. من غير ما تلمس الجسم ده يا مستر اه من غير ما تلمس يعني يعني ايه برضو? يعني والله لو كان معي مجنط كده فيه ومنطقة حوالي اسمها مجنيتك فيل. والله لو انا حطت مصمور هنا عند المجنيتك فيل دي دوت هنا في المنطقة دي او في اي مكان بقى جوه المجنيتك فيل. المصمور ده على طول يحصلوا يا ولاد اعين سحب عليكم. طب هل المجنيت لمس المصمور? في الاول لا هو شده سحب بقوته عشان كيف يسموه باسم ايه? بيسموه باسم فيلد فورسز. فيلد فورسز. طب الدفينيشن بتاعها. they are type of force او هي عبارة عن نوع من الانواع الفورسز. act on objects over a certain distance. without touching. من غير ما تلمسوا. يا رب نكون فاهمين? زي مين? زي مثلا الالكتروستاتيك فورس. اللي احنا عارفنا وجربناه بالمشتو وجربناه بالايبونايت وجربناه بالجلاس. صح? كل الكلام ده. وزي الماجنيتك فورسز. انا ملمستش الايرون فينينج ومع زلك سحبتها وطلعت لي. يبقى اوضها والتوتشنج. زي من كمان زي الجرافتيشنال فورسز اللي هنتكلم عنها في درسنا النهار. تفعنا يا ولاد? طيب النوع التاني من الفورسز. النوع التاني من القوة. اللي هي حاجة اسمها كونتاكت فورسز. كونتاكت فورسز بقى ليه يسمعها باسم ايه بالعربي? بيرو عليها اسمها كوة تلامس. يعني كوة تلامس? يعني لازم تلمس البضي يلمس البضي التاني عشان ييقصر فيه. اسمع كده? فورسز ذات اكت اون اوبجيكتس. وين ذي تتش ايش اذر. تاني كده? فورسز ذات اكت اون اوبجيكتس. يعني القوة بتقصر على الاكسام بس امتى? امتى? وين ذي تاتش ايش اذر. لما يلمسوا بعض. طب هل يا مستر ليها فيلد دي? هل ليها مجال? لا لا لا. هنا بقى ملاش مجال. ملاش منطقة تظهر فيه قوتها? لا لا لا. انت المس بس بعض وما لكش دعو. خلاص دي كده القوة. زي مين? الاجزامبلس هتفهمنا يا اولاد. زي مسلا الكوليجين فورس. اللي هي قوة تصادم. والله العربية دي هتقصر العربية دي بقوة? امتى? لما تلمسها? لما تصادم فيها? زي مسلا الفريكشن فورس. انا مش انا بحرك الدولاب دوت ولا السندو ده. حركت امتى? حركت بقوتي صح? بس في فورس هنا بتغلب عليها. في قوة نشأة اسمها قوة احتكاك. وزي ايه كمان يا ولاد? زي حاجة اسمها يعني اللي هي قوة القوة المرونة او الاجزام بقى المرونة اللي احنا نشدها الاستك وما يكون معانا كده. ونحط في ورقة ونشد وطير الورقة صح? دي كلها بيسموه باسم ايه? بيسموه باسم كونتاكت فورسز. يبقى كده عرفنا انواع مين? انواع الفورسز. طب يلا مع بعض كده نتكلم بقى عن مين بالتفصيل زي ما احنا قلنا? قلنا هنتكلم عن الجرافيتشنال فورس. اللي هي تعتبر اي نوع الانواع الفورسز? تعتبر فيلد فورسز. ممكن يجيلك انت هنتشوز يقول لك كده. ويجيب لك بقى الكوليجن والفريكشن والالاستيك فورس. ويجيب لك الجرافيتشنال فورسز. هتختار ساعتك الجرافيتشنال. تمام? او الماجنيتك او الالكتروستاتيك. كل دول بقى فانا? طيب الجرافيتشنال فورسز. اللي هي قوت مين الجاذبية? طبعا يعني هو يعتبر العالم الاساسي اللي اكتشف موضوع الجرافيتشنال فورسز دي قوت الجاذبية هو العالم ده. طبعا الصورة مختلفة شوية. هو العالم مين يا ولاد? اصحاق نيوتن. اصحاق نيوتن او بنقول عليه طبعا معروف اسم نيوتن على طب. يعني قال لك ان اي جسمين في الدنيا بيتشدوا بعض. يا مصدر ازاي يعني? احنا عارفين ان الارض بتشد او الاجسام ماهي شو ما الارض جسمه الاجسام دي برضو موجودة عليها. بس برضو الاجسام بينها من بعض يا ولاد في كوة تجازه. وما اللي يا مصدر مش باينا لي انا مش بمشي في الشارع لازق في زميلي او لازف بابا ولا ماما. اه بالضبط برفع عليك. عشان احنا اجسامنا صغيرة. لما تكون الماسس صغيرة هانا عفت دلوقتي هيكون القوت الجاذبية يقول ايه لا. لكن تعال بص على النجوم والكواكب فوق. اللي بيخلي الشمس تجزب الكواكب ليها. اللي بيخلي الكواكب تجزب الاقمار ليها. لان هم احجام ايه اولاده او كتلتهم ايه? كبيرة. الكتلة بتاعتهم كبيرة. فاهمنا? هو ده اللي قاله نيوتن. يبقى اودي في الكون دي كلها او كل بتجزب بعضها. ماشي يا نيوتن. هنعديها لك لحد ما نصدق. ماشي. نكمل. ايه كبير? قال لهم بقى يا جماعة نسمي بقى الموضوع ده بقى كده على الاسم يعني الناس بقى قلت لك حمالات بنخلد اسم نيوتن في الموضوع الخلاصي بقى اي فورس في الدنيا تبقى بالنيوتن يعني مسلا تن تن اي تن نيوتن. اصار بتاع حرف الان يا ولاد. طفعنا? ماشي يا نيوتن. نكمل بقى. تعالوا نعرف اللي هي قوة الجاذبية الارضية. ايه تعرفها يا مستر? مستر هو انا لما امسك التفاحة دي او التفاحة دي تقع في الارض. مين بيشدها? الجاذبية. طب اتجاهها بكل فين دايما لاسفل ناحية مين? ناحية مركز الارض. مركز? الراجل ده هو طاير. هو ايه اللي بينزله تحت الجاذبية. صح? طب مين اتجاهها بيكون فين دايما? ناحية مين? ناحية مركز الارض ونفس الكناة. يبقى دي بيسموه باسم ايه يا ولاد قوة الجاذبية الكهربائية. ايه صوري الجاذبية الارضية. اتعرفها ايه؟ القوة اللي بتسحب اي جسم الاسفل بيسموه باسم اي؟ بيسموه باسم خلاص بالعقل يعني. لو انت لما ترمي حاجة وتقع طول هي وقيت بسبب بيسموه بيسموه يا مستر الجاذبية. رابع عليك صح يا كتب. يبقى مين هي? او اتراكت اصلاك لما انت عايز تقولها او الكلمة انت عايزها من نسبك احزا. اللي بتسحب الاجسام كلها لاسفل في اتجاه الجاذبية. طيب مستر هي برضو اه لها فيلد? هزعل منك بقى. هزعل بجد. واحنا لسه مش عايدين ان من اللي هي اسمها زي وزي وزي يبقى اكيد ايه؟ تمام برافو عليك. اكيد لها او لها فيلد. بيسموه باسم ايه؟ بيسموه باسم مجال الجاذبية الارضية. بسموه كده مجال الجاذبية الارضية. اتفقنا يا اولاد? طيب ايه هو برضو كالعايدة زي ما منعرف كل لفيلد? لق بروحة تاني كده. يعني طول ما انت في مجال الجاذبية الارضية انت هتقع على الارض. على سطح الارض. لكن لو خرجت من المجال ده انت في الفضاء دلوقتي. الارض مش هتشدك. فاهمنا? تاني كده? تاني كده. تاني كده هي الفراغ اللي اي من اي جسم موجود فيه هينجز بالارض. نسمعتني كده? تاني كده. طبعا بيكون في اتجاه مين? الجاذبية او اتجاه مركز الارض. طيب هل يا مصر بمثلها بلاينز برضو? اه اكيد طبعا. هنعملها على شكل خطوط. فبيسموها باسم ايه? بيسموها يا ولاد باسم فارق بس هنا كلمة لاين. ليه برضو عبارة عن ايه يا ولاد? هي عبارة هي خطوط بتمثل برضو اكيد برضو وهمية. بتمثل او بتبين لي اتجاه مين الجاذبية الارضية او قوة الجاذبية الارضية. هنش شافين كده في الصورة. طيب فاكرين نيوتن من شوية كده كان قال لنا ايه? ان قال لنا ايه ما بينهم في ايه? في جرافيتش انا في جرافتي صح? اسمع كده? كل المواد او كل الاجسام على سطح الكون ده او في الارض بتجذب بعضها. طيب مستر او نيوتن بقى قال لنا ايه بقى الكلام ده اعتمادا على ايه? تعال انا برافو عليك. تعال نشوف. مش انتو كنت لازل تقوله مستر حمش بسدقين? انا مش بمشي لازق جوا مع زميدي يعني? او مش لازقين في بعض انا وبابا وماو حمشين? او احنا قاعدين? لا. برافو عليك. او يا مش هتبين. ليه بقى? لان بتعتمد على الحاكتين. ايه هم الحاكتين? وده المهم جدا جدا. اللي هو بتاعت الابجيكتز بتاعت الابجيكتز يا اولاد. يعني ايه يا مستر? يعني بتكون يا اولاد يعني كلمة يعني مشيين مع بعض. يعني ايه? يعني ايه? يعني لو كل ما تكون كبيرة زمان شايفين في الصورة كده كورتين دول. ايه قوية? طب لو الصغيرة حتى لو نفس يعني هم بصوا نفس عن بعض. بصوا كده. يعني ما ستفهم من الكورة دي للكورة دي زي من الكورة دي للكورة دي. بس مين هنا اللي فرق? اللي فرق هنا يا مستر الماسس. طب ايه هو? قال ايه? قال لو الماسس زادت يبقى يعني الماسس لو زادت للدبل. يبقى هتزيد ايه يا كمان يا ولاد? للدبل. لو كل كورة زادت للدبل. يبقى تزيد اربع مرات. خليب لكم الحاجات دي. تمام? دي زادت للدبل. ودي زادت للدبل. فاكيد ايه? طيب ايه كمان? يبقى خلاص كده اول فاكتور? the masses of the two objects. twice out. second فاكتور? the distance between the center of the two objects. المسافة من السنتر بتاع كل object. يعني ايه? قال لك بعدي بتكون inversely يعني كلمة inversely يعني عكسية. يعني ايه? يعني when the two or when the distance between the center of two objects decrease. لو الدستنس قلت يبقى ايه? صحة لا. يعني هل ما بين الصن? ومثلا اه ميركوري. لو كوكب عطارد. ركز معي. ركز. هل زي المسافة او ما بين الصن وما بين مثلا اه نيبتون? ازاي? اكيد طبعا. كل ما تكون المسافة كبيرة تقال. برفع اخوة لو اقالو نيوز. يبقى الاي تاني? قال كده. the gravitational force depends on the masses of the two objects. بتكون directly. when the two masses increase. when the mass increase the attraction force increase. when the mass of the objects decrease the attraction force it decrease. كده ميش. directly. اما الدستنس inversely. when the distance it decrease. هنقرب من بعض اكيد الاتراكشن يزيد يعني. طب لو بعدنا عن بعض اكيد الاتراكشن هتقال. بس كده. مش عايزين نطول. نكمل. so gravitational force act on the two objects by equal magnitude but in the opposite direction. يعني ايه مسترد? يعني يعني مسلا لو في جسمين بينهم تجازوا باولاد. ركزوا في دي. فاين اللي يحصل? هم بيشدوا بعض بنفس المقدار بالزبط. لكن عكس بعضي فين في الاتجاه. اسمع كده. بس ايه بقى? تعكس ايه يا ولاد? بط in opposite direction. اتفقنا? طيب المعلومة التانية. يعني خلي بلاك هوريك الصورة وانت تفاهم اجوة. عشان لو لسه حد مش هاهم دي. بصوا كده للصورة اللي فوق. مش دول two objects بيسحبوا بعض صح? دي هتسحب دي بنفس القوة. بنفس ايه? القوة. ان هي equal magnitude. لكن كل واحدة بتسحب التانية في عكس الاتجاه. انا بشدك انت بتشديني في الاتجاه ال left. وانا بشدك في الاتجاه ال right. زي ما انشوفين في الصورة كده الاسهم عكس ايه? عكس بعض. يبقى فعلا. لكن عكس بعض في عكس بعض في الاتجاه. لو خدتوا بلكم دايما في سهمين مين وسهمش مين? طب المعلومة التانية. increases the mass of the two objects. increase طبعا the gravity. و decrease the distance between the two objects. برضو increase the ايه يا ولاد? زي جرافتي. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اهمية يا ولاد يعني اهمية الجذبية الارضية هتفيدنا في ايه يا مصدر? عامين ناخد ان الوجيكس في منهم جرافتي وفي اتفيدنا في ايه? من غير جذبية الارضية هم كنت شطع في طوعة دلوقتي تسمع الحصة دي? زمانة الجهاز بتاعك او اللاب توب بتاعك او المكتب بتاعك طائر في الجو دلوقتي. مين السبب في كده? مين السبب في ثباتهم واستقرارهم على سطح الارض? اكيد الجذبية الارضية. صح? كل حاجة ايه حتى الجبال. يعني مين نسببتها سبحان الله على الارضية برضو كوة دي جذبية الارضية وكل الكلام ده اسمع كده. اتزان يعني واستقرار. وموقع الاكسام. on its surface. as it responsible for. لان هي مسؤولة عن ايه اولا دي ارسي جرافتي. مسؤولة عن ايه? تعالوا نجح. اول حاجة. the stability of objects. يعني استقرار الاكسام. on its surface. على سطحها. rainfall. سقوط المطر. and all objects falling towards the earth. يا سلام. معلومة مهمة وهي مش جديدة. اكيد الجذبية مسؤولة عن stability of the objects. ثبات الاكسام. سقوط المطر. ما كانش فيه جذبية ما كانش مطر هيقع. هينزل ازاي? ايه كمان? objects falling towards the earth. سقوط الاكسام على الارض. يلا احدف حاجة بقى مش ترجع لك تاني خلاص. انت اللي حدفتها انت المسؤول. لكن مين رجع حالك? اكيد طبعا. the earth is gravity. طيب. تايد الفينومينا اللي هي حاجة اسمها يا ولاد. المد والجزء. انا اعرفها كمان شوية. number three orbital motion الحركة المدارية اللي هي الجواكب بقى حوالين الشمس وكده. number four the phenomena of black holes اللي هي ظاهرة الصدب الاسود. انا اعرفها برضو. حالا دلوقتي. يبقى واضح كده يا ولاد ان العملت اربع حاجات مهمين. اول حاجة stability of objects rainfall في سقوط الاكسام على الارض. آآ تايد الفينومينا وانه ظاهرة المد والجزء. والحركة المدارية على حركة الكواكب حوالين الشمس. او الاقمار كمان حوالين الكواكب. طيب كويس او. طيب هنمسك بحاجة منهم كده نتكلم عن التايد الفينومينا اللي هي ظاهرة المد والجزء المهمة جدا. ايه يا مستر دي? ساعة نروح الشاطئ في بعض كده البحار كده. نلاقي المية سحبة مش موجودة. يعني تقولي يا مستر والله الصبح او يعني من فطر يا مستر كتت المية مغرقة للشاطئ دي وكتت المية وصل حد هنا. ازاي نيجي دلوقتي نلاقي المية مش موجودة او مسحوبة الورا. برافو علي. دي بيسمى باسم التايد الفينومينا. ظاهرة اسمها المد والجزء. طب بتحصل لي. due to the attraction force between the earth and moon. قوة الجزء ما بين الارض والمون يا ولاد القمر. اسمع كده? what is bent by the phenomena? it is a natural phenomena that occurs. تحصل due to the gravitational force. او اتراكشن فورس. بتوين the moon and earth. stop. يعني كده? هي اظاهرة طبيعية. ماناش علاقة بيها. يعني مش هلننسان هو السبب فيها. اه. it is the natural phenomena occurs due to the gravitational attraction force. قوة التجازب الكهرباء. القوة التجازب. سوري. between the moon and earth. الارض والامر. يعني بتحصل يا ولاد او بتعمل تغيرات دورية. يعني باستمرار. هتجي بعد كده هتلاقي ما يزاد التاني. هتجي بعد كده هتلاقي ما يقل التاني. يبقى اللي هو ارتفاع او اللي هو انحصار المية او رقودها يعني انحصارها. رقوحها الورا. في البحر والمحيطات. ده معنى ايه. يا رب نكون فهمناه ونحاول نحفظه كويس. طيب. what is the importance of the phenomena بقى? ايه اهمية التدزي داية? اللي هي المادة والجازب. بسه لو ممكن نستفيد من الظاهرة دي? طبعا. احنا ممكن نحط التوربينات بقى المياه رايحة جاية زي ما انتم شايف كده. نعمل ايه? number one used to generate electricity as a source of renewable. يعني كلمة renewable مصدر متجدد. بدلا ما نجيب فحمه ونحرقه وبترون وكلام من ده وغاز وكلام من ده? لا لا لا. انت عندك مادة وجاز اللي بيحصل على طول في الشواطئ بتاعتك? خلاص. يبا استخدم الظاهرة دي ايه يا اولاد? to generate electricity as a source of renewable source. مصدر متجدد. number two. naturally used to clean water bodies for from impurities. يعني بيستخدموا يا اولاد في تنظيف الووتر باديز اللي هي مسطحات المائية from impurities من الشوائق. ميا رايحة جاية متحركة زي ما انتم شايفين الصورة كده شايفين? يعني قد الميا هنا كتفي نفس الصورة مغرقة للشاطئ. شايفين? بعد كده ميا حصلت ورجعت لوراها. طب يا مستر الظاهرة دي بتحصل كل ايه? بتحصل يا اولاد مرتين في اليوم. مرتين في اليوم. تمام? كل اتناشر ساعة. اسمع كده? بتحصل مرتين في اليوم. يوميا. once every twelve hours. مرة كل اتناشر ساعة. يعني ايه كلمة يعني ما هي تزيد زي ما انتم شايفين كده كده ميا عارفية او مرتفعة. when the moon is easier new moon or full moon. لما يكون الامر يا اولاد. new moon. امر لسه جديد بداية الشهر. او في نهاية الشهر يوم تسع وعشرين يعني. او full moon اللي هو يوم اربعة عشر. طفقنا? طيب. البلاك هول بقى ده برضو من ضمن الاجزامبلس على او من ضمن الفينومينة اللي بتحصل نتيجة مين يا اولاد? او القوة الجاذبية. البلاك هول. طب ايه بلاك هول ده يا مستر? لا ده جاذبية رهيبة. تعال نشوف كده. يعني ايه? جاذبية هائلة. هائلة. بسموه اسم ستوك بالاسود. هي منطقة في الفضاء لها جاذبية هائلة. ده عبارة عن ايه يا مستر دي? دي عبارة عن النجوم يا اولاد. النجوم كبيرة في الحج. اكبر من الشمس. النجوم دي بتمر بدورة حياة يعني كده. لما النجم ينتهي حياته. بيتعرض ضيب. النجم بيتعرض لحالات كده بسموه باسم مستعر اعظم وبيسموه باسم يعني آآ قزمة ابيض وقزمة وهكذا. بتبقى تصغر النجوم مرة تانية. وتعمل بقى ايه? في الاخر صب اسود. اللي هو البلاك هول. يبا هي عبارة عن ايه? طيب بتكون لي يعني كلابس يعني انهيار. نجم مع ملاك. في نهاية حياته. زي ما قلت لكم النجوم بتمر بدورة حياة. تمام? الشمس دلوقتي في مرحلة الشباب بتاعها. هنفترض كده. اللي بيسموه باسم التتابع الرئيسة. هتعرفوها ان شاء الله بعد كده. فالمرحلة دي. بعد كبه تبتت تخش في مرحلة الان هيوة. يعني هتعرفوها بحتيني ان شاء الله. آآ فده هو البلاك هولز. ايه هو البلاك هول? هو عبارة عن آآ آآ ريجون ان سبيز منطقة في الفضاء لها جذبية هائلة. اللي بتحصل بتجي تنهيار نجم عملاك. في نهاية حياته بتحول لسوك بأسود زي ما نشايفين كده. تمام كده? كده خلصنا الجزء الاول من الدرس بتاعنا. ان شاء الله الحصة اللي جاية هنتكلم بقى عن دور الجاذبية في الحركة الدورية. تمام? احنا كده يكرمنا عن اهميتها بصفة عامة في اللي هي تايدل في نومنا. ونكلمنا عن طب بالنسبة بقى للحركة الدورية الاجسام اللي بتدور حوالين البعضها الهالي الجاذبية ليها دور في كده. اهد طبعا على عرف ان شاء الله يا ولد ده الحصة اللي جاية. نذكر الدرس كويس. نشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.